بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم أعزائنا الطلاب في القناة التربوية الفضائية في هذه السلسلة من حلقات الجغرافية للصف الثاني عشر الأدبي و عنوان حلقتنا اليوم سيكون تعريف البيئة رحب بكم أعزائنا الطلاب من جديد و أذكركم أن حلقتنا اليوم سيكون تعريف البيئة في هذا المقرر سوف نتطرق إلى القضايا البيئية و سندرسها من الجانب البشري و الجانب الجغرافي موضوع حلقتنا اليوم سيكون مدخل تعريفي للبيئة و في هذه الحلقة سوف نتطرق أولا إلى مفهوم البيئة ما هو مفهوم البيئة؟ هو الوسط الذي يعيش فيه الإنسان و يستمد منه مقومات حياته و يمارس فيه نشاطاته المختلفة مرة ثانية عزيز الطالب هو الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس فيه نشاطاته ويستمد منه مقومات حياته أحسن تبارك الله فيك أبعاد المشكلة وأبعاد هي أبعاد البيئة الأساسية وهي المسؤولة عن المشكلات البيئية التي نعانيها في الوقت الحاضر نأخذ البعد الأول وهو البعد أيكولوجي وهو البيئة التي توجد فيها الإنسان وتوجد فيها الحياة ويمارس الإنسان فيها نشاطاته المختلفة البعد الاقتصادي والاجتماعي وهي عبارة عن المراكز الصناعية والتجمعات البشرية والأراضي الزراعية البعد القيمي وهي المتمثلة في الجوانب الإدارية والقانونية التي تدير شؤون الإنسان مفهوم النظام الأيكولوجي ومر علينا مفهوم النظام الأيكولوجي بأنه أحد الأبعاد الأساسية والمسؤولة عن المشكلات البيئية في الوقت الحاضر فلازم نتعرف عليه فالنظام الأيكولوجي هو مجموعة العناصر الحية والغير حية تتفاعل مع بعضها البعض داخل وحدة بيئية متجانسة ونظام متوازن دقيق وتعتمد كل مجموعة من مجموعات النظام الأيكولوجي على بعضها البعض اللحظ عزيزي الطالب هذا المخطط لعناصر النظام الأيكولوجي فنجد أن هناك أربعة عناصر تتفاعل مع بعضها البعض وكل عنصر من هذه العناصر الأربعة تعتمد على الأخرى اللحظ مع بعض عزيزي الطالب مجموعة العناصر الغير حية وهي الماء والهواء والغازات وأشعة الشمس والتربة والصخور والمعادل مجموعة العناصر الحية المنتجة طبعا هي النباتات مجموعة العناصر الحية المستهلكة وهي الكائنات الحية مجموعة العناصر المحللة والمفككة وهي عبارة عن البكتيريا والفطريات ومثل ما قلنا تذكر عزيزي الطالب أن هذه العناصر الأربعة تعتمد كل واحدة منها على الأخرى تعتمد كل واحدة منها على الأخرى أحسنت الاتزان والاختلال في النظم البيئية وهذا النظام الأيكولوجي هو نظام معقد وكلما زاد الدرجة التعقده كلما كان أكثر ثباتا واستقرارا فاللاحظ الصورة اللي أمامنا وهي عبارة عن تلوث وهذا التلوث أيضا يؤثر في هذا النظام الأيكولوجي فيفقد اتزانه من خلال أن درجة التعقد أو نسبة التعقد تقل تدريجيا بسبب هذا التلوث مصادر الاختلال في النظم البيئية وهي أربعة مصادر المصدر الأول إضافة عنصر أو أكثر للنظام الأيكولوجي وهذا ما يعبر عنه بمفهوم التلوث فإطلاق الغازات الملوثة في الهواء وإلقاء النفايات الصلبة أو السائلة في المحيطات أو على اليابس يؤدي إلى تلوث البيئة واختلال اتزانها نظرا لدخول عنصر قريب إلى هذا النظام الأيكولوجي إذن التلوث ممكن أن يضيف عنصر جديد لهذا النظام الأيكولوجي مما يعمل على اختلال في هذا النظام الأيكولوجي العنصر الثاني زيادة أو أكثر من عناصر النظام الأيكولوجي يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن البيئي ويتبع ذلك في كثير من الأحيال تأثيرات بيئية واقتصادية خطيرة فعلى سبيل المثال زيادة كمية قاز ثاني يكسيد الكربون سوف يؤدي إلى الاختلال بهذا التوازن في النظام البيئي ويعمل على زيادة درجة حرارة الهواء ما يتبعه تأثيرات ضارة على الإنسان كما نلاحظ في الصورة رغم ثلاثة نقصان واحد أو أكثر من عناصر النظام الأيكولوجي فيؤدي هذا النقصان إلى الاختلال البيئي فنقصان أحد العناصر البيئية يؤثر على الحركة التوافقية التي تتم بين عناصر هذا النظام الأيكولوجي فعلى سبيل المثال نقص كمية الأوزون في طبقات الجو العليا يؤدي إلى نتائج بيئية سلبية كما نشوف على الصورة أربعة سوء استخدام التكنولوجيا وهذا ما نعانيه في الوقت الحاضر فعلى سبيل المثال الأسمدة الكيموية التي نستخدمها للأراضي الزراعية ممكن أن تؤدي إلى تدهور وتلف التربة مما نفقد عنصر هام من عناصر النظام الأيكولوجي وهو العناصر الحية المنتجة وصلنا الآن عزيزي الطالب إلى أقسام البيئة فقد غسم الباحثون البيئة إلى قسمين رئيسيين وهما البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة فالبيئة الطبيعية هي التي ليس للإنسان دخل في وجودها كالصحراء والبحار والمناخ والتضاريس والماء والبيئة الطبيعية ذات تأثير مباشر أو غير مباشر في حياة أي جماعة حية من نباتات وحيوانات وإنسان ثانيا البيئة المشيدة ويتتكون من البنية الأساسية المادية التي شيدها الإنسان ومن النظم الاجتماعية والمؤسسة التي أقامها ومن ثم يمكن النظر إلى البيئة المشيدة من خلال الطريقة التي نظرت بها المجتمعات حياتها والتي قيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية وتشمل البيئة المشيدة استعمال الأراضي للزراعة والتنقيب فيها عن الثروات الطبيعية وكذلك المناطق الصناعية والمناطق الزراعية وقيرها ثالثا تطور العلاقة بين الإنسان والبيئة فأن البيئة تؤثر على الإنسان تأثيرا واضحا وكذلك أيضا الإنسان يؤثر في البيئة وتعاني منه معظم دول العالم فسوف يؤثر أيضا على صحة الإنسان حيث نلاحظ أن التلوث يؤثر على صحة الإنسان فأمراض الربو والحساسية كلها نتاجا عن التلوث مراحل تطور العلاقة بين الإنسان وبيئته اللحظة لزيطالب أن تطورت العلاقة بين الإنسان وبيئته فمرت بمراحل وهي أربعة مراحل أساسية ممكن قسمها الباحثون إلى أربعة مراحل أساسية في المرحلة الأولى كان الإنسان في هذه المرحلة يعتمد على النبات فيجمع غذائه وكان تأثيره على البيئة في هذه الفترة تأثيرا محدودا ومتطلباته كانت أساسية أما في المرحلة الثانية فتحول هذا الإنسان من جمع القذاء والاعتماد عن النبات إلى مرحلة أخرى وهي الصيد فأصبح يعتمد على صيد الحيوانات وما زال في هذه المرحلة تأثيره أيضا تأثيرا محدودا أما المرحلة الثالثة وهي من مراحل تطور علاقة الإنسان مع بيئته فأصبحت في هذه المرحلة يعتمد على الاستقرار والزراعة حيث قام الإنسان بالزراعة واستغلال مياه الأنهار وضبط الاستغلال عن طريق إنشاء السدود والقنوات بتطوير أساليب الحرث والري والحصاد وبدأت التغييرات البيئية بالظهور بشكل واضح وبدأت النفايات الطبيعية المرتبطة بالنشاط البشري بالظهور والتي استطاعت الدورات الطبيعية في بعض الحالات استيعابها وذلك بفعل الكائنات الحية وخاصة دقيقة منها والتي تقوم بعمل التحلل الطبيعي فتدخل في النظام الأيكولوجي أيضا مرة أخرى أما المرحلة الرابعة من مراحل تطور علاقة الإنسان مع بيئته فهي أصبح تأثيره تأثيرا سلبيا وأصبح ملاحظ هذا التأثير بشكل واضح حيث ارتبطت هذه المرحلة بالثورة الصناعية واستطاع الإنسان فيها بواسطة استخدام التكنولوجيا الحديثة تحويل هذه الموارد الطبيعية إلى سلع وخدمات مختلفة ونتج عن ذلك نفايات ومواد صلبة مما أثر على هذا النظام الأيكولوجي رابعا مفاهيم بيئية معاصرة مرت علينا خلال هذا الدرس بعض المفاهيم البيئية المعاصرة سوف نتطرق لها ونتعرف عليها المفهوم الأول استنزاف الموارد الطبيعية استنزاف الموارد الطبيعية وتعتبر مشكلة استنزاف الموارد هي إحدى المشكلات البيئية الملحة في الوقت الحاضر نظرا لما تتعرض له هذه الموارد من استنزاف وتدهور مما تؤثر على قاعدة هذه الموارد الطبيعية المفهوم الآخر استنزاف الموارد البيئية والتحديات المستقبلية هذا المفهوم يعني أن حماية هذه الموارد الطبيعية الحية والغير حية تعتبر مسألة حساسة ومهمة في الوقت الحاضر نظرا لما تتعرض له عناصر البيئة المختلفة من تدهور واستنزاف نتيجة لنشاط الإنسان ربما يكون سلبي واللاحظ الصورتين هو استقلال واستنزاف للموارد الطبيعية استنزاف واستقلال للموارد الطبيعية المفهوم الآخر وهو الأنظمة البيئية المشتركة وهي استنزاف موارد المحيطات محذر المحنى عادفين عزيز الطالب أن الكرة أرضية تنقسمي لقسمين ماء ويابس فالماء يشكل 70% من الكرة الأرضية كما لاحظ المخطط لأمامي مخطط للغلاف المائي والغلاف اليابس المفهوم الآخر وهو صيانة الموارد يمكن تحديد مفهوم صيانة الموارد في أنه إطار أيكولوجي يتركز على دراسة وتحليل وتركيب وبيان وظيفة عناصر البيئة الأساسية من أجل الاستخدام الأمثل لمواردها وفق ضوابط ومعايير معينة المفهوم الآخر التنمية المستدمة وهو من أهم المفاهيم التي ممكن تطرق لها في هذا الباب فالتنمية المستديمة هي التي تحقق بشكل منصف الاحتياجات الاقتصادية والبيئية للأجيال الحالية والأجيال المقبلة والتي تلبي متطلبات الأجيال الحالية دون أن يكون على حساب الأجيال القادمة فيجب أن يحرص المسؤولين على التنمية المستدامة في الحفاظ على موارد البيئة التخطيط البيئي وهو التخطيط الشامل فيجب لأي مشروع من مشاريع البيئية أن يعمل له تخطيط بيئي من أجل عمل موازنة بين هذه الموارد الطبيعية ونشاط الإنسان الوعي البيئي ويعني إدراك التأثيرات البيئة المختلفة على الكائنات الحية كالإنسان والحيوان والنباتات وتأثير هذه الكائنات على البيئة نفسها وما يترتب على ذلك من نتائج ممكن تكون إيجابية أو سلبية على النظام البيئي المتصل بشكل مباشر بنوعية الحية الوعي البيئي وهو أحد الأساليب الحديثة التي من خلالها ممكن أن نحافظ على هذه الموارد البيئية فعلى سبيل المثال حددت هيئة الأمم المتحدة يوما بيئيا عالميا وهو يوافق خمسة يونيو من كل عام وفي كل عام له شعار وعنوان له شعار وعنوان والهدف منه هو نشر الوعي البيئي في العالم وكذلك أيضا الدول العربية حددت يوما عربيا لنشر الوعي البيئي وهو يوافق 14 أكتوبر من كل عام وأيضا في كل عام له عنوان وشعار وهي إحدى الوسائل لنشر هذا الوعي بين الدول العربية خامسا إدارة البيئة وحماية وهي تعتبر إدارة البيئة وحماية هي أهم العناصر الاستراتيجية لعملية التنمية ذلك أن حماية هذه البيئة والحفاظ عليها تعتبر من المتطلبات الأساسية اللازمة لضمان استمرار هذه التنمية ومن هذه الاستراتيجيات أن البيئة نظام متكامل ذو حدود فيزيوغرافية وطبيعية أيضا الحفاظ على نوعية بيئية سليمة وحمايتها لاستمرار النشاط البشري وأيضا التلوث الناجم عن النشاطات البشرية المختلفة من أهم الأخطار التي تهدد مكونات البيئة المختلفة وأيضا النظام الأيكوليجي حماية البيئة هي عملية ذات أبعاد اقتصادية لابد أن تأخذ في الاعتبار في حماية البيئة كذلك المشكلات البيئية التي تنجم عن عدم الفهم والوعي لأبعاد النشاطات الإنسانية المختلفة لذلك قلنا لابد من نشر هذا الوعي البيئي بين الدول أيضا من الاستراتيجيات المشاكل البيئة التي تنجم عن عدم الفهم الواعي لأبعاد هذه النشاطات الإنسانية المختلفة وأيضا من الاستراتيجيات أن البيئة مشاكل وأبعادها المحلية والإقليمية والدولية ومن الاستراتيجيات أيضا توفير العنصر البشر الواعي القادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة إلى هنا عزيز الطالب وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم وراح نستذكر مع بعض بعض النقاط التي مرينا عليها ونذكركم أننا تكلمنا في البداية عن مفهوم البيئة ومن ثم تكلمنا عن أبعاد مشكلة البيئة وهي ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد الأيكولوجي والبعد الاقتصادي والاجتماعي والبعد القيمي ومن ثم تكلمنا على النظام الأيكولوجي وعرفناه وتعرفنا على عناصره حيث أن هذه العناصر الأربعة تتفاعل مع بعضها البعض وتصل إلى درجة من التعقد وكلما زادت درجة التعقد كلما كان هذا النظام الأيكولوجي أكثر استقرارا وثاباتا وقسم الباحثون البيئة إلى قسمين رئيسيين وهي البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة وعرفنا مع بعض مصادر الاختلال في هذه النظم البيئية وهي أربعة مصادر نستذكرها مع بعض واحد إضافة عنصر أو أكثر إلى هذه النظم البيئية اثنين زيادة عنصر أو أكثر إلى هذه النظم البيئية ثلاثة نقصان عنصر أو أكثر من هذه النظم البيئية وأخيرا سوء استخدام التكنولوجيا وتعرفنا على بعض المفاهيم التي مرت علينا في درسنا اليوم ومن ثم ختمناها بكيفية إدارة البيئة وحمايته إلى هنا عزيز الطالب وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم نترككم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء في الحلقة القادمة نشكر لكم حسن المتابعة اشتركوا في القناة